اشتركوا في القناة ولكن ما الذي دفع ذلك الرجل الشهير وصاحب الثروة الطائلة وقتها لفعل ذلك؟ الحقيقة انه في عام 1888 توفي اخاه الاصغر لودفيك نوبل اثناء زيارته لفرنسا وفي صباح اليوم التالي تخرج صحيفة فرنسية عن طريق الخطأ بعنوان توفي تاجر الموت الفريد نوبل الرجل الذي اخترع الديناميت وبسببه قتل الالاف حول العالم عندها احس نوبل بان اختراعاته لها وجه اخر فقرر وقتها ان يهب كل ثروته لجائزة عالمية تحمل اسمه دعونا نستعرض اجزاء من قصة حياته الشيقة ولد الفريد نوبل في ستوك هولم بالسويد في الحادي والعشرين من اكتوبر من عام 1833 وفي عام 1842 تنتقل الاسرة لروسيا حيث عمل الوالد في صناعة المتفجرات والالات الخاصة بها وجنى ثروة لا بأس بها درس الفريد الكيمياء في روسيا ومن بعدها فرنسا في الفترة من 1842 الى 1850 كما برع في اللغات وفي سن الثامنة عشر انتقل الى الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال دراسة الكيمياء التي درسها لمدة اربع سنوات وهناك حصل على اول براءة اختراع لعداد غاز في عام 1857 ومن امريكا عاد مجددا الى عائلته في روسيا التي واجهت مشاكل في اعمالها هناك لتقرر العائلة ومعها الفريد العودة مجددا الى السويد في عام 1859 وهناك يكرس الفريد نفسه لدراسة نيتروغليسارين وطرق تفجيره حيث نجح بعد عمل شاق في اختراع جهاز تفجير في عام 1863 وكبسولة تفجير في عام 1865 وعلى الرغم من وفاة اخيه الاصغر ايميل في العام 1864 نتيجة انفجار في معمل الفريد استمر الفريد في اعماله وقام بافتتاح العديد من المصانع في دول كثيرة حول العالم ولكن ما قصة الديناميت في عام 1867 نجح الفريد في مسجي نيتروغليسارين مع بعض المواد الاخرى ليقوم بانتاج الديناميت الذي استخدم بكثرة وقتها في اعمال التعدين وشق الطرق وتفجير الجبال ونتيجة اختراعاته وابحاثه تم انتخاب نوبل عضوا في الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم في عام 1884 وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة اوبصالة في عام 1893 وكان لوفاة اخيه لودفيغ في العام 1888 ومن بعده والدته في عام 1889 اثرا كبيرا عليه حيث انه لم يتزوج في حينها قرر الفريد المغادرة الى سان ريمو بايطاليا حيث توفي هناك في عام 1896 ليترك لنا جائزة قيمة وزعت على المئات من العلماء في خمس مجالات هي الطب والكيمياء والفيزياء والادب والسلام وتاريخيا شهدت الجائزة الكثير من حالات الجدل حول منحها لاشخاص لا يستحقونها ولكن في النهاية تبقى من ارقى الجوائز في العالم حتى يومنا هذا والى هنا نصل معكم الى ختام هذه الحلقة نرجو ان تكونوا قد استفدتم من متابعتها لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مننا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء